أهلا وسهلا بكم أصدقائي بدرس جديد من الفوتوشوب في هذا الدرس نتعلم شيء جديد تماما عما تعلمناه سابقا في هذا الدرس نتعلم كيف نغير لون العيون أحيانا نحتاج إلى هذه التقنية لسبب من الأسباب الطريقة طبعا جدا بسيطة نبدأ بالضغط على كونترول بلاس ونكبر لون سبيس أتي هكذا بعدين نذهب إلى هنا سيلكشن هذه الدائرة نختار هذا السيلكشن الابتكال ماركي تول بعدين نقوم بتحديد بأبو العين هكذا نشوف السيلكشن راح بعيد نضغط على سبيس بار كبر بعض هكذا أكبر هكذا طبعا عن طريق الضغط على سبيس بار أو المسافة نستطيع أن ننقل السيلكشن إلى مكاننا نريده هكذا هكذا الآن طبعا السيلكشن صار على هذه المنطقة وهذه المنطقة طبعا ما لدي نغير اللون نحن بس لدي نغير اللون البؤ بؤ مالعين فماذا نفعل كونترول ماينوس نظهر الصورة نذهب مرة ثانية إلى هذا الخيار اللي هو ماركيت بول بعدين نضغط على شيفت و آلت ونقوم بالضغط مرة ثانية و سبيس بار نفس الوقت هكذا هكذا تقريبا كبر السيلكشن و الآن نرفع يدنا من الآلت و الشيفت هكذا الآن نقوم بالضغط على كونترول ديلة بالماوس و لازم نتأكد هنا في هذه المنطقة بالذات أن يكون عندنا اللون الأبيض هو الباك جراوند نضغط الآن على كونترول ديلة الآن نأتي إلى هذا و نبدأ بنغير لون العيون طبعا هذا نشيل السيلكشن طريق كونترول دي و نبدأ الآن نغير عن طريق هذا المؤشر كما ترون نغير أي لون يعجبنا نحاول يكون اللون طبيعي نحاول نكسر حدة اللون الأخضر بالأحمر نحاول 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 لون طبيعي حتى الواحد يصدق بين هذا لون العيون الطبيعية الآن كونترول مينوس نحاول نحاول و نقارن قبل و بعد قبل بعد طبعا هذا درس السريع أرجو أن تكونوا قد استفاديتوا مننا و إذا أعتكم أي سهل ممكن تتركوا بصندوق التعليقات شكرا لكم و إلى لقاء جديد في ترس جديد نحاول ثم ثم اتبع ثم 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 شكرا